اشتركوا في القناة وأن لا بد أن يتوازن الإنسان في خمس جوانب الجانب العبادي الجانب الأسري الجانب الاجتماعي الجانب المالي الجانب الصحي أول جانب الجانب العبادي أن أنت لا بد أن تنضبط في علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب وربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة أيها الحبيب الكريم لابد أن تنطلق إلى الله عز وجل من أهم العبادات اللي تجلب لك السعادة الصلاة 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 أنا عايز أقول لك أن أي حاجة في الدنيا أنت بتسعى فيها لابد أن فيها أمرين الأمر الأولاني المعلومات عشان تعمل الحاجة دي الأمر الثاني تصورك عن الأمر إيه المعلومات والثقافة بتمثل 20% تصورك عن الشيء بيمثل 80% أنا عايز أسألك في بداية الحلقة أنت تصورك عن الصلاة أنا عايز أكتزبط في كثير من الناس فاهم أن الصلاة دا حركات وخلاص أهم حاجة أنه يصلي عشان يكون مرتاح أهم حاجة يصلي وخلاص مش فاهم أن الصلاة دي ارتباط بين السماء والأرض عايز أكتغير نظرتك لهذه العبادة الجليلة عبادة الصلاة عايز أكتبص للصلاة أن هي من أهم أمور الدين عمود الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وسيد العمر الخطاب رضي الله عنه كان يخاطب عماله يقول إن أهم الأمور عندي الصلاة من حافظ عليها حافظ على الدين ومن ضيعها كان لما سواها أضيع الصلاة هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أنا عايزك تبص للصلاة وتغير وجهة نظرك للصلاة إن هي تطهير شوفي إعلانات التلفزيونات بتلاقي إعلانات عن المساحي تنفق عليها ملايين الجنيهات ويهتم جدا بتطهير الثياب والتطهير الظاهري بس يكتر من الناس غافل عن التطهير الداخلي الصلاة بالطهر ألبك بالطهر نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يقل ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا والله يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله عز وجل بهن الخطايا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهم إذا جتنبت الكبائر وقال عثمان رضي الله عنه ويحدث أصحابه قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم توضأ ثم قام فصلى وفر له حتى الصلاة التي تليها ركز عايزك تغير وجهة نظرك للصلاة إن الصلاة بتديك طاقة وروح ونور الصلاة نور بتنور حياتك بتنور كل حياتك بتنور لك حياتك وبتنور لك قبرك وبتنور لك أخرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان مع فرعون وهامان وأبي بن خلف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بل خد الحديث العجيب ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لأصحابه إني لأعرف أمتي يوم القيامة فقالوا يا رسول الله كيف تعرفهم؟ على كثرة عدد الناس قال أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل بهم دهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعريفا؟ قالوا نعم قال فذلك يأتي يوم القيامة أمتي وهم غر محجلون من أسر السجود والوضوء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وإنت كده لاحظ في وجوه المصلين تليد فيها نور نور الطاع عايزة تغير وجهة نظرك للصلاة إن هي بتفرق الهم تزيل الغموم تزيل الهموم قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربنا سبحانه وتعالى بيفرج الهم بالصلاة يفرج همك ويزيل الكربات بالصلاة ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فزع وانظر لكلمة فزع قام مسرعا صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي وكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال في يوم الأحزاب يقول حزيف رضي الله عنه إن نظرت إلى أصحاب النبي كلهم نيام ثم ذهبت إليه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا به قد اجتمل شملة وقام يصلي لربه سبحانه وتعالى الصلاة نجيك من الهم والغم اللي يترك الصلاة يا جماعة لابد أن يأتي إليه الهم والغم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول يعقد الشيطان على قافيتي أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد نم عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده وإن توضأ انحلت عقده وإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيبا نفسي وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلا تخيل أعيزك تغير وجهتك للصلاة إن الصلاة دي طاقة وضمان من الله سبحانه وتعالى وإنت في زمة ربك سبحانه وتعالى من صلى الصبح في جماعة فهو في زمة الله أي في ضمان الله وعهده ورعايته من الطرائف إن الحجاج في يوم من الأيام قال لسالم بن عبد الله بن عمر خذ هذا الرجل ثم انطلق واقتله فأخذه سالم ثم لما خرج معيندي الحجاج قال ألأنت مسلم؟ قال نعم قال صليت الصبح في جماعة؟ قال الرجل نعم قال انطلق ثم خلى سبيله ثم دخل على الحجاج فقال له ماذا فعلت؟ لما شاف السيف مع له جدمة أو كذا ماذا فعلت؟ قال تركت الرجل ينصرف قال لماذا؟ قال حدثني أبي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال من صلى الصبح فهو في زمة الله أي في ضمان الله والرجل قد صلى الصبح في جماعة نجاه الله عز وجل من القتل بسبب محافظته على الصلاة عايزك تبص للصلاة إن هي طاقة جبارة رهيبة بتغير كل حياتك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة في كل وقت وفي كل حين لكل حركة صلاة صلاة الخوف صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف صلاة الخسوف صلاة الحاجة صلاة التوبة إن انت تصلي في كل وقت لله سبحانه وتعالى طيب أنا عايز أحصل على جوائز الصلاة عايزك تصلي بس بقلبي جديد وأنت عندما تسمع نداء الحق سبحانه وتعالى استشعر كل كلمة بهذا النداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كثرت المساسة جماعة بتفقد الإحساس هذه الكلمات عظيمة جدا عندما يفتتح المؤذن أذانه بهذه الكلمات الله أكبر الله أكبر من الدنيا الله أكبر من كل شيء الله أكبر من همومي الله أكبر من الدنيا وما فيها تنطلق إلى ربك سبحانه وتعالى كثير من الناس تعود أنه يدخل يتوضى وخلاص لا أنا عايزك وإنت بتتوضى تستشعر معاني ممكن ألفت نظر حضرتك إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يديه خرجت كل خطيئة من يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة من وجهه نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإن غسل رجليه خرجت كل خطيئة مع الماء خضتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء استشعر هذه المعاني وأنت واقب بين يدي الله سبحانه وتعالى أول حركة بتعملها الله أكبر كأنك أخذت الدنيا برمتها وألقيتها خلف ظهرك وإنت واقب بين يدي الله سبحانه وتعالى استشعر كما قال يحيى لأدباعه يحيى بن زكريا قال إن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه أحدكم إذا صلى ما لم يلتفت تستشعر أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله ينصب وجهه لوجهك لا يلتفت عنك إلا إذا التفتت بقلبك وإذا عشت بهذه المعاني استشعرت قرة العيون واستشعرت راحة النفوس هذه الصلاة قرة العيون استشعرت قوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال استشعرت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلذد بصلاته استشعرت إن الصحابة رضوان الله عليهم الصحابة ووائف سيدنا عمر ووائف يحرص أصحابه ويصلي يأتيه سمه يدخل في كتفه ينزعه ويكمل صلاته لأنه فاض بروحه إلى الله سبحانه وتعالى فاض بقلبه وأقبل بقلبه على الله تبارك وتعالى عايزك تستشعر وإنت بتقرأ كده صورة الفتحة وإنت بتصلي إن ربنا سبحانه وتعالى افتتح العبد صلاته فقال الحمد لله رب العالمين قال الرب سبحانه وتعالى حمدني عبدي الرحمن الرحيم قال الرب لك أثنى عليك عبدي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وربنا سبحانه وتعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل استشعر هذه المعاني تستشعر عظمة هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع المشاهدين في أنحاء الدنيا وأن يجعل أعمالنا كلها لوجهه خالصة وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر